تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب تراهنوا السلطات المحلية لولاية جيجل على نجاح موسم الاستياف لهذه السنة الذي قد يتضاعف فيها عدد السياح وأيضا المصطفين خاصة بعدما تدعمت هذه السنة وخلال الموسم الجاري بثلاث شواطئ جديدة بعدما تدعمت هذا الموسم بثلاث شواطئ جديدة شاطئ ملمش وشاطئ مرسيدي ببلدية الزيامة المنصورية وشاطئ كيسيري ببلدية العوانة وفي الوقت الذي ترهن فيه السلطات المحلية لولاية جيجل على نجاح موسم الاستياف الذي قد يتضاعف فيها عدد السياحة جديد الموسم الاستياف في 2015 أنه تم تجهيز واجهة بحرية وهي مسلمة نهائيا ورايح تتخل حيث الخدمة في هذا الموسم على مساحة تقدر بواحد هكتار حيث سيتم تجهيزها وإعطاء بعض الترخيص للشباب تخصيص عشرات المساحات التجارية ومنحها في إطار قانوني للشباب هو مميز موسم الاستياف هذه السنة حيث شعر الألاف من هؤلاء خاصة الذين حرموا هذه السنة من استغلال بعض المساحات والأماكن التي يقومون بتحويلها إلى مصدر رزق لهم حتى ولو بطرق غير قانونية بنوعا من الأحباط والخيبة وبين أمل السلطات المحلية في استقبال عدد كبير من السياح وغيبة مل البطالين من فئة الشباب والجامعيين يبقى الراهن الأكبر في تحويل مدينة الكورنيش إلى عاصمة للصياحة العربية خلال هذا الموسم هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبحة لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم